السلام عليكم و اشتركوا في هذا الفيديو اليوم سوف نشاهده معكم الرفيز بريستيج سوف نشاهده لكم كل الخطوات المهم سوف نبدأ الخطوة الأولى هنا لديه 1 كيلو تاع سميد متوسط يكون مياه لا يكون هذا الغليط في البلاتو التاعي فوق البلاتو دائمين نقلب فيه سهل بحمره في المقلع سوف نحمره في الكوشة يكون بشكل مكتب ويأخذك بشكل مكتب المهم دائمين 1 كيلو ندخلها في الفور و نقلب فيه و يحمر لكم في كل جهات كيف كيف في الفور يحمر لكم في كل جهات كيف كيف في الفور شوفوا أحبة كما أخذتها يخرج لكم دوري و هذا كله بابي كويسون يعاوني باش نقلبه بالخف كيف يحمر لكم كيف يحمر لكم 250 غ زبدة 250 غ عجينة 100 غ حسل حسل 30 غ مكسرات كوكا 50 غ 30 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 غ 40 غ 30 غ 35 غ 30 غ 40 غ 50 غ 250 جرام عجينة التمر نخلط كل شيء كم بوماد القاوة 100 جرام 100 جرام الحلوة جيدة 2 غرفة حليب 3 غرفة تمام 50 غرفة بمكسرات 50 غرفة 10 غرفة 1 غرفة 3 غرفة المكونات المكونات كما كنت شاهدون من خلالة كريمية على ماء سوف نشفو هذا الملانج بسميد الذي يحمره نأكد معكم بأن السميد يكون بارد لا يكون سخون كما حمرته سوف يكون بارد سوف نزيد غيب بشوية 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 بسبب 1 كيلو سوف نزيد غيب بشوية 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 حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة اللي نقدر نختم بها في الطابع ما يلسق ليش في الطابع وقعا ترجمة نانسي قنقر افصحة المصالة اختياروا لانقنا بشوية باشناء موسيقى 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 اعجينة على رائع رائع نضيف سميت نضيف سميت نضيف سميت نضيف سميت نضيف سميت لحظة الشباب المهم هذا القطو لا يحتاج ليطيب في فورن ونتمج أي طابع تبغوه على حسب لغو تحكم انا سوف نشارك معكم مثل طابع تبغوه على حسب لغو تحكم وانايا سوف نستعمل هذا الطابع هذا الروز لأنه سوف نحفر في الوست لأنه سوف نحفر في الوست المهم سوف ننسي معكم ثلاث حبات كيف سوف نحفر سوف نحفر في الطابع سوف نقلب الحبة ونخدمها حتى تكون حبة كبيرة حبة صغيرة سوف تعملوا الطابع مليح حتى تكون حبة كل حبة سوف تكون فيها 40 كرام مليحة تشبه ثاني سوف نحفر في الطابع 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 الراحة التسجيلة سيستخدم الترويس ويسيس لتسجد المباشرة سيستخدمون في الحاشة سيستخدمين سأناقضة 3 حبيثة يجب ان توجدهم يجب ان نكمل لهم فلنجدهم في البلاطو يجب عليهم لكي يتجمع فيها زبدة فلنجدهم ونجب عليهم يمكنهم في رائعة دنتاج بيود مع دنتاج ثانا لنجد دماغ فلنجد تدلي كيسد بطوري وإذا اشتركوا في القناة 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 سوف يكون صغير سوف يدير لكم بلوس المهم المقادير سوف نجد في صندوق الوصف افتحوا يا ناس ودعا اسسنا حلينا حلينا يا حلينا يا اه يا قمر سلم على قيبنا اه يا دليد اللي ويدنا الحبا اه يا دليد اه يا تكتب اه يا دليد اه يا دليد اه يا دليد هدا هو القاتو اللي وجدناه الفيس بريستيج ان شاء الله يكون اعجبكم كما شفتوا ما فيش مقادير بزاف وسي رابيد بيش توجدوه وتاني سيان غاتو اللي حمر لكم جوكم سوا في خطبة ولا بأكزمبل هكا المولد النبوي كما عنا وجده للمولد النبوي إن شاء الله ولا أي مناسبة يحمر لكم جوكم إن شاء الله تسيوه وتردو لي رايكم في الكومنتر انقوكم تحلو في رواحكم وما تنسوش تخلو لي أن لايك وأن كومنتر وما تنسوش تانيت أبونو وما تنسوش تحلو في رواحكم وما تنسوش تحلو في رواحكم وما تنسوش تحلو في رواحكم